يعني إيه الحذر من التقليد كنت لسه في الجزء الأول بكلمكم في موضوع استخدام الإيد الشمال وكده وقلتلكوا الأطفال بيقلدونا في كل حاجة ففي الشهور الأولى لما الأم بتستخدم إيدها اليمين وهي بتلعب الطفل وهي بتغيرله يعني إيدها اليمين هي الإيدها الدائمة المتحركة فالطفل أحيانا يستخدم إيده الشمال لأنها المقابلة ليه لكن ده أمر غير دائم بعد أن يفضل يد سواء اليمين أو الشمال أو الاتنين زي ما عرفنا يعني في الجزء الأول حكاية بقى التقليد في الصداع دي مشهورة قوي من كتر ما في أمهات وأحيانا أباء بيشتكوا من الصداع والأطفال زي ما قلتلكم مركزين في كل حاجة مركزين في تصرفاتنا ومركزين في كلامنا ومركزين في طرق تعبيرنا وردود أفعالنا خلاص أقول لكم على حاجة شهيرة قوي أحيانا مش إحنا نبقى عديد مثلا في مكان أو اتعزمنا في حتة أو رحين عند بيت الجدة أو الجدة أو ما إلى ذلك وتلاقي مثلا بنتغدى مثلا أو حتى وإحنا في بيتنا فتلاقي مثلا إيه أنا بقول يعني لأن في البيت ده ما بيشوارد قوي لأنه مفروض ناس أهل البيت بيبعارفين بس مثلا لواء إيه متاكل يا فلان من الحاجة الفلانية اللي قدامك دي من النوع اللي قدامك ده فيقول إيه الأب ببساطة كده لا أصلا ما بحبش الكوسة في طفل ما قاعد كده مركز أو تيجي بعد أيام أسابيع تيجي تقول له ما بتقولش الكوسة هو بيقلت بابا هو لا فاهم يعني إيه الكوسة ولا هي مطبوخة إزاي ولا إعلقتها بالغزا ولا إيه أهميتها ولا حاجة كتير قوي من الأمهات ممكن تقولك إيه أنا لما بركب مثلا العربية بدوخ تبقى مش مدركة ناقلت الجملة دي كم مرة كده قدام حد من ولده تلاقوا الإبن أو البنت لما يركب عربية يقول أنا دايخ يا ماما فخلوا بالك واسأ أنا بحذر من التقليد في النقطة دي إنه أحيانا كثرت تعبرنا أو كثرت كلامنا سواء مع بعض إحنا في البيت في نفس البيت أو في التليفون والعيال حوالينا أو جنبنا وتلاقيكي مثلا إنتي كأم تشتكي من الصداع أنا الصداع مش سيبني أنا بقوم منهم بالصداع أو أنا بيجي لي الصداع دا دايما بالليل قبل ما بناه واحد ييجي من بره يقول إيه دا الواحد رجع من بره دماغه وما دوشها الصداع هيفرتك دماغ خلوا بالك بس إن فيه أطفال بتقلد فما بيبقاش عندهم صداع ولا حاجة التقليد يقلدوكم لكن هل دا مش معناه أو معناه إن ما فيش صداع عند الأطفال لا الصداع عرض موجود عند كتير أهم الأطفال وعرض شائع زي ما قلت لكم ولكن التعبير عنه بيكون زي ما قلنا عند الأطفال اللي أجبر من خمس سنين بيعرفوا يعبروا عن الموضوع ترجمة نانسي قنقر